من اللقطات الحلوة اللي شفتها بعيداً عن الفنياً الكلام الفني شفت يمكن كان ابن كابتن بدر بنون معاه النهاردة في التدريب وكان فيه سور كتير يمكن جماهير النادي الأهلي بتتكلم عنها وبتعملها شير على الفيسبوك وكده بالفعل يا سارة يمكن النقطة اللي انت أخدت بالك منها دي في أكثر من لعب النادي الأهلي مش بس بدر بنون النهاردة كان بسحب ابنه أكثر من لعب النادي الأهلي يمكن بيبقى حريص أيمان أشرف عمر السلية يمكن كمان بينشأ صدقات بين أبناء اللاعبين ولعبين الفريق يمكن كهرباء طبعاً ليلى بن طعمر السلية النهاردة بن بدر بنون دايماً بقى فيه مدعبات وجو أسري داخل النادي الأهلي ودي طبيعة النادي الأهلي أن كل اللاعبين زي ما بقول أسرة واحدة ده بيبان يمكن الناس بتشوفه لكن ده بيبان في الملعب كمان في الترابط والتلاحب بين اللاعبين داخل الفريق وده يعني زي بيقول ببقى دافع وأن اللاعبين بيخافوا على بعض جوه الملعب ودائماً ببقى أسرة واحدة وده أعتقد دائماً دي عادة وسيمة النادي الأهلي وأعتقد أن اللاعبين ببقى حرسين أنهم يورسوا حب النادي الأهلي والانتماء له لأولادهم من بعدهم ممكن علم علول كمان أنا مش بنتكلم بس على اللاعب المصريين كمان اللاعب المحترفين علم علول بدر